أصدقائي المشاهدين والمستعميين منحييكم عبر صوت لبناء بحلقة جديدة من برنامج نقطع السطر رح نسلط فيها الضوء اليوم على مرضى السرطان والتلوث اللي صار نتيجة الانفجارات القذائف الدخان الأسود الدمار اللي صار شو ارتدداته على المرضى وأيضا ماذا عن متابعة المرضى كان بظل الحرب واليوم كيف رح تتم المتابعة كما يمكن في حملات عمل بأكتوبر للكشف المبكر على سرطان الثدي وين صارت وشو مصيرة اليوم ماذا عن إدوية السرطان هل هي مؤمنة حسب وعود وزارة الصحة ماذا عن المتابعة اليوم للحملة الوطنية لمكافحة السرطان أو الخطة الوطنية كمان السجل لمرضى السرطان وغيرهم اليوم رح نستقبل ضيفنا دكتور فدي كارك طبيب الأمراض السرطانية وايضا هو معني بوزارة الصحة لأنتعرف أكتر عليه ضمن برنامج نقطع السطر أما ملفنا اليوم فأنا أحكي عن القضاء لنبني بلد وخصوصا يعني كلنا عم نحلم من بعد هالحرب اللي مرأت وبها الهدنة أن يكون عندنا لبنان جديد لنبني بلد لازم يكون عندنا العدالة بألف خير عدالتنا منا بألف خير ومش أنا عم بحكي اللي حكي هو رئيس مجلس القضاء الأعلى اللي شكي وتشكى من تدخل السياسيين بالقضاء فنحنا كيف بدنا نبني بلد بدون عدالة اليوم هيدا السؤال الأكبر شو الثغرات اللي عم بتصير بالقضاء وينه اليوم اقتراح القانون لاستقلال القضاء ليش هالتجازب بين الحكومة ومجلس النواب في ظل يعني اللي عم بيصير حول قانون الاستقلال يعني الدولة السلطة السياسية ما بده قضاء مستقل لحتى تفصل قضاء على زوءه اليوم حلقتنا بدنا نبني بلد يعني بدنا نبني قضاء عادل لو عنا قضاء عادل كانت حاكموا اللي عملوا انفجار المرفع كجريمة العصر اللي سطوا على أموال المديعين كان كمان يعني فيه محاكمات للفسيدين اللي نهبوا مقدرات هالوطن هيدا ملفنا اليوم مع القاضي زياد شبيب ورئيس أو نقيب المحامين السابق المحامي ناضر كاسبر البداية من مرضى السرطان بدي استقبل ضيفة دكتور فادي كارك طبيب الأمراض السرطانية أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان صباح الخير يعني حضرتك كمان موجود بلجنة الأطباء بوزارة الصحة كيف يعني اليوم أمن الأدوية مية بالمية مثل ما بيقول وزير الصحة أم فيه نقص بأدوية أو بروتوكول معالجة مرضى السرطان لا حلا فيها بوزارة الصحة اللي جنيت متابعة أمراض السرطان عملت بروتوكولات لعلاج مرضى السرطان لتأمين الدواء لقلون حلا طبعا بما أنه الماديات إقلال بوزارة الصحة بكثير تحطي أولويات وطبعا الأولوية بتكون أكتر شي للمرضى اللي هني بدون يصحوا يعني بس يكون فيه عندك مريض عنده أمل شفاء ما فيك تروحيله إيه صحيح لك بيصير فيه عندك أنت الأول نقطة بديك تعمل إياه أنه بديك تأمن الدواء للناس اللي بتصح هذي أول نقطة لازم تنعمل وهذا الشي مأمن بوزارة الصحة هذي كان أولوية بالنسبة لألنا طبعا بيضل سي المرضى اللي ما عندهن أمل شفاء عندهن أمراض منتشرة فيه نقص كتير بالإدوية عم بيكون عندهن وهذا الشي بيعمل يعني المريض بيكون عنده أمل أنه يصح من السرطان يعني فيه أمل لما بينتشر المرض بالجسم أنه يصح دكتور حضرتك طبيب أمراض سرطانية يعني فيه حالات مرأة هيكة ولا لا طبعا فيه بيضل فيه حالات صح بس أغلبية المرضى اللي عندهن أمراض منتشرة أملهم بالشفاء صغير بيكون عندهن أمل حيات طويلة ولايئة وطبعا هذي الإدوية اللي بنعطيهم للمرضى بتأمن لهم هالحياة الطويلة ولايئة ولكن اليوم بس يكون أنت عندك قدرة مادية محدودة بدك تحطي أولويات صحيح نعم طب اليوم بيظل الحرب وشح الإمكانات كان ماذا عن مقساة مرضى السرطان اللي عاشوا بمراكز الإيواء هل تفاقم وضعهم اليوم صار فيه وقف اطلق النار حضرتك عندك مرضى يعني وامتابع هالموضوع تفاقم وضعهم نتيجة اللي صار طبعا أكيد هي كانت مشكلة كتير كبيرة للمرضى السرطان يلي صار عندهم نزوح بقلب البلدلية لأنه هاضي مرضى بدهم متابعة بدهم يكفوا علاجهم بدهم فقوصات وهذه كلها كانت أمور كتير صعبة عليهم ووجهناها بجدية يعني أنا بطلع بشتغل كمانا بالبقاع شفنا المشكلة كتير كتير كانت جدية بالبقاع هلأ صار فيه تنسيق كبير بين الأطباء يلي بيشتغلوا بمناطق يلي صار فيها أكتر شي دمار وأطباء يلي قاعدين بمناطق فيها أمان أكتر لحتى صار ينتقل الملف من طبيب لطبيب لنقدر انتبعهم وطبعا في مشكلة كانت المتابعة على الواتساب يلي هي أسوأ طريقة بمتابعة مريض السرطان بس كنا مجبورين نعملها يعني مع المرضى نعم في حملات كانت نعمل بتشرين حملات يعني اليوم توعية بالإضافة إلى فحص مبكر خصوصا للسادي فاليوم وين صارت هالحملات؟ هلأ وقف الحرب ممكن تأخرت بسبب الحرب هل فيه هلأ حملات جديدة؟ صح عالميا دايما هو شهر أكتوبر هو شهر توعية لسرطان السادي وتنعمل الماموغرافية مرة سنويا للمرأة للكشف المبكر عن سرطان السادي وهذه شغلة بتخفف من حالة الوفاة عند النساء بتكتشف السرطان بكير وبتاخد أمل الشفاء طبعا وزارة الصحة كانت كل سنة تعمل هذه الحملة هذه السنة كان البرنامج بعد على أكبر يعني كان عدد المرضى اللي بدون يضغطوا أكتر طريقة المراكز اللي بدنا النقية بيكون عندهم نوعية صورة شعاعية كتير دقيقة وبيصير فيه كنترول كمان على قراءة الصورة لأنه هذه الشغلة كمان كتير مهمة وأهم شي كان بالبرنامج المحطوط أنه فيه متابعة للمريضة يعني بالإيمات السابعة بالسنين السابعة لكننا نعمل حملات طوعية المرة بتعمل صورتها ما بتعرف إذا أخذت النتيجة ما بتعرف أو حتى بتتكل على إراها على إراها يعني اليوم أول من بيقرأ الصورة هو اللي طبيب الأشعة طبيب الأشعة وما بتروع عند الحكيم يكون حتى توفر أو شي ممكن بس هيدا غلط ممكن بس كمان فيه بعض النساء بالنسبة لهم عملت الصورة لو فيها شي الحكيم بيخبرني صحيح ما بتعرف إنه لأ هي بقى ترجع 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 تراجع طبيبة ما أنت تعمل الصورة إذا شو ما يطلع فيها فعين مشكلة في إلا متابعة يعني إذا بترجع تعمل صورة بعد 6 شهر أو خز على السادي أو MRI هاو دي كلهم سوا محطوطين من ضمن الخطة من ضمن الخطة بس هاو دي مجانا بالمبدأ مجانا رح يكونوا يعني بالمبدأ بالمبدأ يعني ما عنديش بعد على بدقة قديش مجانا إيه لأنه موازنة وزارة الصحة قدي بدا تكفي وخصوصا يعني بيظل اليوم جرح الحرب اللي صارت صحيح بس بالمبدأ هي مجانا هي معمولة كانت مجانا هلأ نعملها اللي أصمع طبعا بأكتوبر بس بسبب الظروف طبعا من بدو يعمل داعيات على الطرقات ومن بدو يبعث وراء المرضى هلأ ممكن تصير بكانون يعني حتى نوعد الناس في كتار بدون يعملوا مش قادرين ما عندون القدرة إنهم يعملوا هالصورة الماموغرافية اللي بقليك يا أكيد رح تصير ما بعرف أي شعر كانه كانوني بس أكيد هيد السنة رح يكون فيه من وزارة الصحة برنامج للتوعية لسرطان السادي والكشف المبكر نعم اليوم يعني الخوف التوتر ده بيزيد من المرض يعني بالإضافة منقول تلوّس على طور التلوّس التدخين نظام غذائي صحي رياضة يعني كلها بتخفف من إنه يصير فيه كانسر وبتبقى فيه عنوين مخفية ما منعرف بس اليوم الطب ما منعرف إذا يتقدم بهالإطار خوف والتوتر ناجين عن الحرب بتزيد أول شي من سوء حالة مريض السرطان أو بتأثر كمان يصير عندنا مرض الأكيد إنه الإنسان هو كل هو في مرض وفي الحال النفسية اللي دايما بتفاعله مع بعضهم فإذا السؤال هل الحال النفسية والتوتر والتعصيب بطريقة مزمنة مش إنه واحد مرة قتل هو ومرته لا بطريقة مزمنة بتأثر طبعا طبعا في تأثير على كيف بتدهور بتزيد المرض بتدهور حالة المريض كله سوى مرتبط وفي دراسات عليه طبعا بيضلوا العامل الأكبر للإصابة بالسرطان هو البيئة يعني التلوث ونحن كلنا عايشين ببيئة التلوث الدخان المطاعم اللي كلها سوى تدخين عوضي كلها الأمور الأساسية بالحرب طبعا كان فينا قصة الأدوية خلينا نعترف أو فيه مثلا بمراكز إيواء ما قدروا وستو ياخدوا الدواء أو العلاج أو تأخروا يعني اليوم عندنا معلومات أنه بعض المرضى اللي جاءوا إلى المسكنات بديلا عن الأدوية هل هالشي صحيح برأيها؟ طبعا بس تبعدي عن المناطق الكبيرة مثل بيروت جبل لبنان وتكون حالة المدية للمرضى منع كتير بس ينعنهم حلين بس بديك تعطيهم دواء والدواء منهم من الوزارة يما ما يجيبوه ويروحوا للمسكنات يما يجربو يشتروه من أي نوع من المسكنات يعني أنه بيرجقوه للبانادول لشو؟ الأدوية الواجعة فيها تتراوح من البانادول للمورفين والتاني حال كنا عندنا نية للمرضى اللي هي كمان عشغلي سايقة أنه يقمنوا الدواء من بلدين مثل بنجلاديش هند يلي أنت ما عنديك ما عرفيك أنه هالأدوية سليمة بس ولكن المريض بس يكون محطوط بحال أنه الوزارة ما أنا مأمن الدواء وعطيته قيلت له أنه أنا ما رح أأمنه له هالدواء لأنه ما عندي القدرة المادية لأأمن لك المريض مجبور يلجأ لوحدة من هالشغلتين يما يقول أنا ما بدي اتعالج يما يروح على بلد مثل بنجلاديش أنا عم تلفونية صوت ابني بتصرفكن اللي بيحب طبعا يسأل أي سؤال عن مرض الكانسر يعني بدنا اليوم نستفيد من وجود طبيب الأمراض السرطانية دكتور شادي كارك 01325555 الخلوي 76611 003005 الواتساب كول 76611 001 اليوم يعني كوزارة صحة وحضرتك موجود طبعا مثل ما قلنا بلجنة الأطباء بوزارة الصحة مش التوعية خير من أنطار علاج يعني اليوم ماذا عن الخطة الوطنية لمكافحة مرض السرطان وين صار يعني كل هال العنوين اللي وضعت شو تطبق منها شو ما تطبق اليوم وخصوصا كان في لقاء بهالإطار بشهر تموز جمس غلطاني أو حزيران 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 نعم فإذا هي خطة عملت إلى ست بنود البند الأول فيها هي التوعية مثل ما حضرتك عم بتقولي هي أهم نقطة يعني أنه إذا أنت في عندك قدرة تنحص بتتوقفي التدخين أو تعلي سعر التدخين لحتى الناس ما يمكن عنده الأكسية عليه للتدخين بسهولة أنت بتخفف من التكلفة على الدولة هذه الشغلة أنت بتكون عم بتساعد المريضة بس إذا هالتطرح أكتر من مرة من قبل الوزراء ما حدا كترس وعندنا كمان يعني تطبيق منع التدخين فإذا نحن بهذا الأوارنس نحن واحدة من الأمور اللي عم نشتغل عليها هي هاي عم نجرب انتباعة مع مجلس النواب حتى شو كي بدنا نطبقها لأنه هي أهم نقطة نطبق القانون طبق القانون هو موجود القانون أنت ما عم تخترعي شيء إيه بعرف إنه نطبقه ما عم نطبقه بده بس لأنه طبعا المحلات والمطاعم والقهوة تصير بدا تسكر صح بس هايدي شغلي بالغير مباشر عم بتزيد التكلفة عليهم يعني هالصاحب المطاعم بيتشار لما هو قياد كل الوقت بالدخان عم يعمل سرطان أنت طلعت شوية مصاري بس أنت دفعت حق إيه بس بكل البلدان العالم يعني ما بيدخلوا داخل المطاعم مية بالمية وماشي المطاعم وماشي مية بالمية القهوة ليش نحنا عنا يعني دايما بيرتفع الصوت طبعا بدي يكون فيه أماكن مسموحة لتدخين وأماكن غير مسموحة لتدخين وهيدي هايدي اللي مندعي اليوم معبر إذاعة صوت لبنان يعني أنت بدك تدخن مش سقلين عن صحتك أنت حر بس أنت عم بتعكس دخان السلبي قدي بأثر كمان صح حلق بالمقابل كمان يعني في عندك أنت تلوث موجود باللبنان بغض النظر عن الدخان من النفايات من الكسارات يعني كل بناية اليوم أنت كنا بالزمانات وقتا كان فيه كهرباء كان ولا أنه البنائي بتدور المطار المولدات مولدات الكهرباء بتدوروا تنحطوا بساعتين بالنهار ثلاث ساعات بالنهار كل حي عنده مطار اليوم إذا بتجي بتطلعي بالإحية بتلاقي كل بنايتين عنده مطار ديرين عشرين على الاربع وعشرين هيدا كله تلوث يعني هاي كمية تلوث مهولة عنا إياها في البنان زيادة هالحرب اللي صارت هلق علينا مع كل الأنابل اللي نكبه علينا هوا كلهم تلوث جو تلوث بحر حتى تلوث بالأكل اللي بدنا ناكله على الأشور الجيين نعم يعني على كل حال ما بنعرف إذا رح نوصل نحن إلى الحد من التلوث يمكن عم نحلم ببلد تتطبق فيه لقوينين يعني تتطبق كمان الاستراتيجية اللي نوضعت من قبل وزير البيئة لمعالجة موضوع النفايات المولدات تصير عنا كهرباء بالدولة تعطينا الدولة كهربتها اللي هنحد من انبعاصات تقاتلة وصموم المولدات وهلأ زادت الطين بلي اليوم الحرب اللي هالدخان الأسود اللي شفناه دكتور كارك بالجو نتيجة القذائف وانفجار للمسيارات وغيرهم اليوم هيدا ده كمان بي تلوث بيزيد بالنسبة التلوث بالأجواء صحيح مدام نوال هوا دي شغلي كتير مهم لأنه اليوم في دراسات كتير واضحة عليهم نحن من 2006 لما صارت حرب 2006 في البرنامج الوطني للسرطان بفرنسا الانكا كانوا يعمل دراسة على لبنان قدي حالية السرطان زادت بلبنان من بعد برجع بعدين اذا بتشوف الدراسات المعملين بالعراق بسوريا على منسميها بوستور كانسر على الأمراض السرطانية من بعد الحروبات بأول سنتين تلاتة العدد السرطان كمية مزيد والنوعية طبع الأمراض السرطانية العدائية بتصير كتير مختلفة شو بندنا نعمل لنا حمي حالنا مناخد الاتصال ومنسأل السؤال مين معي بونزور أهلا وسهلا فيك معكم مادام فاطمة أبو زايد كنت مريدة عند دكتور فادي كارك بزحلة أهلا وسهلا فيك وقال له لدكتور فادي الله يطول بعمرك يا رب ويخلي لنا ياك ماما من المرضى الكتار يلي شوفوا على إيه دكتور فادي فبس حبي تصطح عليكم وعلى دكتور فادي شكرا لقلك أهلا وسهلا فيك صباح النور وعلى كل حال يعني نحنا يعني بدنا نستفيد من وجود دكتور فادي كارك وكمان المواطنين اللي بدي سألوا أي سؤال أسئلة عديدة عم نسأل بس بيضل في ناقص لمريض السرطان في عنده أسئلة بيقدر يسألة بدنا نستفيد من وجودك على 76-611-001 اليوم يعني لنحد من هالتلوث نحنا شو منقدر نعمل يعني كي بدي أحمي حالي أنا من التلوث لنقتي ولا جمالي فيه ايه ايه ما لك فيه صحف اذا نحنا فينا نشتغل على الأمور اللي فينا نحصنك يعني بدنا نزيد لدينا المناعة ايه فيك أنت تنحصب مادة دخنة هادي شغلة كتير مهمة فيك تنتبهي بنوعية الأكل تبعي نوعية الأكل هي شغلة بدي تكون روتينية بحياتك يعني انت ما فيها تيجي مرات انا حصب أو ماريد يجي عمره 60 سنة اللي أنا كل عمري عم بيكل جنك فود وهلأ أنا بدي أجي شو بدي أعمل لأخفف خطر السرطان لا هي نوعية حياة بتربيها لأولادك شو نوعية الأكل بيكتكلها تكتر فواكي تكتر خضرة لحمة مرتين بالأسبوع من دون كحول بلد الخان فأصلا هي نوعية بديكتعمليها لحتى تخفف مو دايخ مين معي أهلا وسهلا فيك تفضل معك رمي حلو تفضل كنتو عم تحكو عن موضوع التدخين وما التدخين والأماكن العامة والأخاوي والأمورة نعم أنا من رأي الشخصي بفكر أنه في كتير إشي أهم من هيدا الموضوع ما تلوط تتطبق قبل هيدا الموضوع كله مهم كله مهم إي بس يعني اليوم ما فينا نقعد نحكي نحن عن التدخين بالأهاوي وضرر على الصحة واليوم مثل ما ذكر الأستاذ دكتور فادي بالنسبة للمواتير اللي موجودة بالأحياء يعني اليوم نحن المواتير عم تأثر علينا أكتر بكتير من الدخان إي هيدا اللي حكي فيه دكتور فادي إي فنحنا مطلوب أول شي مطلوب من الدولة تجيب لنا الكهرباء وده نخفف من الإمبعاثات وزارة الطاقة تجيب لنا الكهرباء بدنا لبنان جديد بدنا نغير لبنان بدنا نغير نحنا ما بقى فينا نعيش بلبنان عشتالافة أربعمائة يعني واثنين وخمسين كيلومتر مربع ونحنا قاعدين بمكان كله تلوص وهيدا مسؤولية الدولة مسؤولية الحكومة على كل حال اليوم لازم تنوضع السياسات الصحية المرتبطة بالتلوص لنحد منها ولازم يعني لأن احنا نتربى على الأكل الصحي كمان لازم يكون عندنا برنامج من قبل وزارة الصحة لتعليمه بالمدارس والولاد لنتعلم كيف بدنا نعيش حياة صحية لازم يكون موجود منهج بالمدارس وهيدا اللي كنتوا عم تشتغلوا عليه ضمن إطار الخطة الوطنية لمكافحة مرض السرطان وين صارت هالمشاريع هيدا المشاريع كتير ماشية بس لأنه هيدا موضوع كتير مهم نحن عملنا برنامج كانك في كتير في تنسيق مع وزارة التربية لأنه أنت اليوم بديك تجاربي توصلي للشاب للتلميذ قبل ما يمسك أول سيجارة متى ما مسك أول سيجارة كتير صعبة أشتيها لك فإذا ما يكتوصلي لو أنت بعمر تقريبا بعمر هلأ عم بيدخنوا للتلميذ بصف السنك يام بصف الكاتر يام لازم يكون في ضمنه لأنه هي التربية الأساس صحيح درنا وصلنا نعمل مع وزارة التربية نهار يكون توعية ضد التدخين عملنا فيديو عملنا لو يوصل لكل المدارس في لبنان بذات لنهار رح يكون على رد بشهر شباط لازم يكون نعم نهار بيكفي ولا هو مسيرة حياة ومنهج تربوي على طول يعني بيكون حاضر نادر مع التلميذ عم يتعلموا يقروا عنه أكيد نطبح إلى الأفضل اتصال مين معي ألو بونجور بونجورين بلس بيسأل دكتور فهدي أنا مريضة سرطان وعلاجي هو بالبرزينيو 150 البرزينيو كانت مزارة قدرت أمنت لي مرة واحدة خلال فترة هالسنة كلها وهو لم يتوفر لا بالصردليات ولا خارج الوزارة فعن مضطر نجيبه من الهند شو فعال من الهند إذا الدواء مضبوط إذا الدواء مش مضبوط يعني معقول الوزارة تقدر تنظر بوضعنا وتقدر تأمننا الدواء هلأ هادي حالة خاصة فيه دواء شبيه لألو مع تمدته الوزارة لأنه هنا فيه ثلاث قدوية بس كون انت في عنديك ثلاث قدوية لنفس الحالي الوزارة بتعتمد واحد منهم هلأ طبعا بيك ترجع تشوفي مع طبيبك إذا فيه فيه يبدلك الدواء الفيرزينيو بالدواء الموجود بالوزارة اللي هو كان تقريبا هادي السنة من أصل السنة شي عشر تشور كان معمل شكرا لأليك بس أحب أسأل عن السجل الوطني للسرطان سمعت أنه صار فيه تقدم فيه دكتور فادي كارك وين التقدم اللي عم بيصير بها السجل ومهم لنعمل خطط لازم تكون لدينا أرقام صحيحة يعني هيدا اللجنة الوطنية للسرطان اللي أنا موجود فيها صحيح الأمر إنه فيها واحد لا نحنا ثلاثة فيها فعليا لهيدا اللي شني كتير عمليت أمور يعني حكيت بكذا مشروع صار نعمينه وأهم نقطة تقدمنا فيها هي السجل الوطني للسرطان لأنه أنت اللي حتى تقدري تعرفي شو أنواع السرطان اللي عم بتزيد بأي مناطق عم بتزيد لتعرفي تدخلي كوزارة بدي يكون فيه عندي كداتا من نجي هل الأمراض السرطانية فإذا كانت اللي نحنا بتوقفوا بال2017 رجيستر الكانسير توقف بال2017 ما بقاش في عنا ولا دونين دونك اليوم نحنا صار عنا زدنا الداتا لل2022 يعني تخيلي بسنة قدرنا نرجع نفوت الداتا كله لل2022 وإن الله راد نازم نحنا بأول السنة نعطي الداتا لل2024 وهي شغلة كتير مهمة لحتى نقدر نعرف أي أمراض سرطانية عم بتكون بأي مناطق أكتر شي لحتى تقدر الدولة تقدر تعمل برنامج خاص لها المرضى صحيح آخر أحصاء صار بال2016 صحيح لأنه الآخر دنيات عنا إياها ب2016 2017 وهذا تأثير ولا لا هذا تأثير كبير هذا تأثير كبير بقى مبسوطي نحنا أنه بيصار في السنة درنا نحنا نفوت الداتا هلأ إذا فينا نفوت نشوفهم اليوم في فكرة أنه الأمراض السرطانية زايدة المشكلة اللي كانت تناقص عنا نعرف عم بدنا شي بقى الرقم بالإيضايلة العدد العدد عم بيزيد بس ما فيكي تعرف لأنه بركن لأنه إجو المرضى السورية على لبنان الرقم زاد نعم على كل حال اليوم تطوير فحوص سرطان السدي والرقى سمعنا أنه في تطوير للفحوصات شو نوع التطوير يعني بنعمل ممو بنعمل إيكوما اليوم الممو والإيكوما يظلون أهم شي ما لازم نحن نشيل نظرنا عنهم لأنه هن الكافيلين أنه يلقطوا لك مرض سرطاني مبكر هذا البعض برجع بعدين في كتير بالممو صار في كتير تطور لحتى صارت الصورة أداء برجع بعدين في عندك الصور المغناطيسية اللي بنعملون للنساء يلي هن صغار بالعمر أو عنده نسادي دانس نعم لسرطان الرئة كمان صار في عنا طرق للكشف المبكر عن سرطان الرئة يلي هي نعمل سيتي سكانر للرئة نوعية لحتى نقدر نكشف مرض سرطان الرئة عند الناس المدخنين نعم على كل حال اليوم تطوير اللي عم بيصير بالخارج نحنا اديش ادي عم نتفاعل معه يعني اليوم نسمع في تطوير لمعالجة أمراض السرطان في علاجات جديدة في برامج جديدة وين لبنان من مواكبتنا عم بيصير برا وهل نحنا اخر بلد وصلنا يعني هالأدوية أو هالعلاجات أو هالبروتوكولات خلينا نحكي نحنا وين من هالعلاجات الجديدة للأسف قبل الـ 2019 نحنا كنا من أول بلدين من سجل الأدوية يعني إذا نشوف الأدوية المناعية تسجلت بلبنان بغري بعد أمريكا قبل ما تسجلت بأوروبا هلأ من الـ 2019 صار فيه توقيف لتسجيل الدوية الجديد فإذا نحنا شوي هلأ وراء الدول العربية اللي حاولنا بدي سؤال كيف مرضى كنشفه ولو نحنا قدام صحيح لازم الأدوية الجديدة اللي هي كتير فعالة عم بتكون لازم تتسجل بالدولة حتى لو الوزارة بتقول أنا ما قادر غطيها بس اللي في ناس في كتير في ناس يمكن بدها تدفع وفيها تتعالج المرضى اللي عنده الانشورنس لانو الانشورنس ملزمة دواء كيف مسجل بالدولة مش ملزمة بالوزارة شباباتك شاء الله بيكون يعني ضيفنا وزير الصحة قريبا دور هالجمعيات دايما منحكي عن التوعية فيه جمعيات مع لي يعني هي موجودة بتقبض أموال لأن هي بتساعد المرضى ان كان بالأدوية بحملات التوعية وين من حملات التوعية وليه بدنا نتكل فقط على الوزارة أما بتقدر هالجمعيات تقوم بحملات إلا بالتنسيق مع وزارة الصحة نعم كمان هذه شغلة كتير منيحة عملتها اللجنة الوطنية للسرطان لي لأنه جمعناهم كان قبل الشغل تبع الجمعيات شغل فردي ما في تنسيق بيناتهم ونحنا كتير عم نشجعهم وكتير وقفين حدهم ونكون دايما بكل الأكتيفتيز تبعهم جمعناهم عم نعمل كنا اجتماعات شهرية معهم لحتى نقدر نحط كل شهر في حمل التوعي لنوع معين من السرطان كنا عم نجتمع معهم نحط برنامج لكل الوطن كيف بنا نعمل لكل على كل البلد وننسيق بالأكتيفتيز بينياتهم هن كتير بيساعدوا وهن المردة كتير بيوسقوا فيهم هؤدي جماعيات أنا يعني كتير بهنيهم عكل هالتعب اللي عم يعملوا بهالظروف إلا الكل يعني ما في جماعية بتشتغل جماعية في كم جماعيات عن مخصصين بيقصص تنحصب في جماعيات لسرطان المصران تنحصب هندي بس بيهتموا بهالقصة ما بيهتموا بغير شيء بالسنة شو بدك تقول يوم لمرضى السرطان يعني دايما بيقول لازم نفسيتك تكون هيك معنوياتك عالية شو بتأثر المعنويات على المرض كيف ما تكون معنوياتنا عالية بالبلد الإيجابية هي أهم مشاغل لحتى مريض السرطان فيه مريض بحد ذات وهو يخلق إيجابية يشوف الشيء المنيح بالمستقبل حتى لو فيه ظرف صعب عم يقطع فيه اليوم بقلوا للمريض السرطان كتير فيه تطور بمرض السرطان كتير فيه علاجات حديثة ومرضى السرطان صايرين عم بيعيشوا حياة كتير طويلة بطريقة كتير لائقة فإذا بالعكس واحد ياخد أمل باللي جاية نعم نحنا رح ناخد أمل وإن شاء الله يعني المرضى من هالمرض الخبيث ومنتمنى كمان أن نصير هالعلاجات والجديد بالعلاجات والبروتوكولات موجودة باللبنان لأنه نحنا عن جد نستحق أن نعيش مرضى وأصحى دكتور فادي كارك أنا بدي أشكراك أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة صوت لبنان طبيب الأمراض السرطاني ويعطيك ألف ألف عافية أصدقائي المشاهدين ومستمعين لأننا نحكي عن القضاء المتراهل اليوم مباشرة بعدها الفاصل مع القاضي زياد شبيب ونقيب المحامين السابق المحامي ناظر كاسبر فاصل ونتابع